موسيقى الكتابة التي تتبعها بـ 12 درام في البعض الدول وتأتي إلى المغرب تتبع بـ 150 أو 200 درام من الذين ينسلوا مع التعليم الخصوصي سوف تنرجع بعض الثانيين نبيع السيل والدفتار فقط نحن لدينا الكتابة التي أصلها ليس غير 350 درام والذين يصلها إلى 600 درام هنا كين طواته مع المستوردين موسيقى في الحقيقة الرابطات الكتبية من المغرب صدرنا هذا البيان استنكرنا البيع داخل المؤسسات لأن مؤسسات علمية مؤسسة طربوية ماشي مؤسسة تجارية هذا العمل التي تقوم به يخص بمكتبة ماشي مؤسسة علمية موسيقى نعم لم يكن هناك سند قانوني التي تيمنعها المؤسسة ولكن لم يكن هناك سند قانوني التي تعطيها إشتراعية لكي تفعلها هذه مؤسسة تعليمية وليست مؤسسة تجارية المكتبة التهيرة مؤسسة ولكن هذه المكتبة حتى نحن لدينا الأولاد القرية في المكتبة إذن لم يكن هناك حاجة التي تيمنعها ولكن لا يمكن أن نخلطه المؤسسة تتبقى مؤسسة تعليمية ومؤسسة تتبقى مؤسسة تجارية نعم كينتواطو لأن المؤسسة التعليمي الخصوصي ماشي هما اللي تجيبوا المقرار من خارج اللي تستوردوا المقرار هما المستوردين المستوردين تبدو في شهر 13 شهر 4 تبدو التفاوض لهم مع المؤسسة التعليم الخصوصي تجيبوا لسبيسيمان تقترحوا عليهم المقرارات اللي عندهم اللي كينين حالياً اللي موجودين المؤسسة كينين المؤسسات للمؤسسة شريفة تعجبهم المقرار في المحتوى وكذا تديروا في لوائحة لهم تخرجهم الناس سيأخذوا الأدوات ديلهم ولكن للأسف كينين البعض المستوردين اللي تيمشيوا عند المؤسسة تتفقوا معهم باش الروميز اللي غي يعطيه الكتبي يعطيه لسمة المؤسسة وده المؤسسة تتولي من اللي تتشوف عندها واحد عدد ديل التلميذ كين المؤسسة اللي عندها ألف وخمسمية ألفين تلميذ يشوفوا واحدة الروميز غي يستفدوا منه تيقول لي وتيبيعوا حتى هما تقوموا بالعمل اللي تتقوم به المكتبة وهذا غير قانوني نعود ونقول غير قانوني لأنه ما كانش السند اللي تعطيهم الحق يبيعوا لأن هذه مؤسسة تعليمية وليست مؤسسة تجارية رابطة التعليم الخصوصي مع احترامي لهم هذا ليست دفاع زماعاً المؤسسة التي لا تحترم القانون باش يجيوا ويقولوا لمكتابة ما تقدرواش يوفروا الكتاب دير 350 درام احنا عندنا الكتوب اللي وصلوا ماشي غير 350 درام اللي وصلوا 600 درام منهار تخرجوا مؤسسات تعليم الخصوصي الورقة ديالها سوف نوفروا سميته سوف نوفروا الكتب في المكتابات من اللي المؤسسة ما تتخرجش الورقة وتتقول أبطر شهر تسعود عاد نخرجه الوراق وعاد نديره المقرر أعرف بأنه ينطواتوا مع المستوردين وهذا يعتراف بأنه يعترافوا الدليل لرابطة تعليم الخصوصي بأن المؤسسة التعليم الخصوصي تيبعوا مقررات داخل المؤسسة هذا هو الطواتل اللي تنقلوا بين المستورد ولمؤسسة لأن المؤسسة ما يمكنش يقلسوا التال واحد في الشهر تسعود في الدخول المدرسي عاد غا يديروا المقرر المقرر تيديروه في الشهر 4 شهر 5 شهر 6 باش تكون لوقت عند المستورد يدخل هذا المقرر من بره لأنه ما يمكنش المستورد إلا ما كانش إلا ما عرفش العدد شهر من المؤسسة دايلا المقرر دياله باش يمشي يدخلوه هذا إلا كان لبعض المؤسسة تيديرو هذا هذا خطأ خطأ فادح لأنه ليش ما يمكنش لأن الكتاب تيأخذ الوقت من اللي غا ندخله من بره من اللي غا نستور بالكتاب تيأخذ واحد شهرين شهرون سلط شهور اللي تيأخذ الفوق ما يمكنش ليا أنا غا تجي عندي كمؤسسة التعليم الخصوصية يقول لي المقرر بغيت هذا في الشهر تسعود وأنا خصني السور دو من بره ما يمكنش إذا هذا خطأ من المؤسسات وهذا ما يمكنش يكون لأنه ليش كيما قلت لك الوقت الكافية ما يمكنش عند المستورد باش يجيب المقرر نعم في الحقيقة هذا سؤال مهم لأنه ليش مهم بززاف لأنه ماشي التكلفة ديال الكتاب طبعا دياله بره هي اللي غالية لا احنا القدرة الشرائية ديال فرنسا ماشي هي ديال المغرب ما يمكنش الكتاب اللي عندنا احنا في المغرب تيدير 80 درهم غا يدير فرنسا 80 درهم غا يدير حتى فرنسا 250 درهم لأن القدرة الشرائية ديالهم طلع بززاف دك شيء لاش هما كان من البعض المستوردين اللي تقول لك أنا تنشري الكتاب في فرنسا ثم تنجي تنبيعه هنا بذك الثمن غير على حسب اسميته ديال الأوروز ما مع الدرهم هذك الفرق اللي تيكون ولكن الناشرين والمستوردين تيطبعوا الكتب ديالهم بره أقل من الثمن ديال المغرب وتيجيوا وتيبيعهم بالثمن باش تيتبعه بره هذا واحد نقاش زي ما نقاش طويل لكنها زي ما غا نهضروا على الكتب نحن لدينا العلاقات مع المستوردين ومع الناشرين وعارفين هذا الشيء كل شيء نعرفه كان الكتاب اللي تيطبع من بره بطنع عشر يعني يطبع بثمن قليل قليل ويباع بنفس المستوى المعيشي ديال خاصة ديال أوروبا ديال أوروبا ولكن من اللي تيت الطباعة من تماع بواحد الثمن قليل المثال نعطيك كان الكتاب اللي تيتطبعه بثنع عشر ديالهم في البعد دول وتيجي المغرب تيتطبعه بمية وخمسين ديالهم ميتين ديالهم قصة يعرفون بأننا را كان هاد الشيء وكان في واحد الوقت ماشيرين كلهم كيتطبعه في اسبانيا في الطاليان كلهم فبراء من بعد كلهم عادوا اللوتي طبعوا عندنا هنا في المغرب نعم هذه مبادرة مليون محفظة هذه مبادرة ملكية سامية وهذه في الفداية في إعلان كانت مبادرة ملكية على الجامع على الكتبيين وعلى التلاميذ ولكن من اللي دست لمدة ثلاث سنوات واربع سنوات مع وزارة التربية الوطنية كانت العادة ديل القتبين كلهم هستفدوا تقريباً، من اللي كانت بإسموه من لسمة وزارة التربية الوطنية كان المكتبات كاملين אותتتعملها معال المؤسسات اللي قربينهم والمكتبات ديل المدينة كلها من اللي دست هادي المبادرة من اللي دست واحد المدة كان مشاكل مع وزارة التربية الوطنية Mrocos مشكلة ديال الخاص ما كانوا يشتغلاصوا في الوقت وكانوا الناس عندهم الكريديات وعندهم الالتزامات داروا الوقافات وداروا الاحتجاجات على عدد هذا الشيء والذات هذه المبادرة من اليوم يحفظها ذات الوزارات التربية الوطنية والذات التعطاء من المبادرة التنمية البشرية من الولايات والعاملات تتعطاء بالصفقات صفقات ركوم المكتبات ركوم عارفين ما يمكنش واحد اللي كتبي يدخل الصفقة اللي فيها 600 مليون 7800 مليون ولا مليار ما يمكنش إذا اللي يقدر يدخل في هذا الشيء صحاب الشكارة هم اللي يدخلوا دباء حالياً وهم اللي تشدوا المبادرة وتيوزعوها في المدن هذا ضرر كبير للكتبي لأننا دباء في المدينة اللي كنا تنستفدو كنا تنخدمو مع التعليم العمومي وتنخدمو مع التعليم الخصوصي اليوم اللي كيما قلنا مول شكارة تأخذ هذا المرشيد يلصفقات مليونهم يحفظها وتيجي توزع الكتوب في المدينة كل شيء الكتبي والتي يخدم غير مع هذا التعليم الخصوصي فقط مليون سري مع التعليم الخصوصي صافتاً تنرجع وعودتانين بيعستيل الدفتر فقط موسيقى نعم هذه السنة كان لأتمينا مزينا كان لما السلعة موجودة الحمد لله من الطفرة ما كان لدينا مشكلة الكتوب تقريباً 95-98% ثلاثة العنوين وهم اللي غاودة في فسوق ما زال ما يدخلوش ولكن هذا ما يشكلوش لا شيء خطر لا شيء مشكل الأدوات المدرسية الحمد لله موجودين كما قلنا المحافظ موجودين الأتمينا المقارنة مع السنة الماضية كان أتمينا مزيانين خفض تقريباً ما ممكن أن يكون أكثر لأن هذه السنة السلعة موفرة الكيميا زعمة العرض كثير من الطالب إذن سيكون استقرار سيكون استقرار في الأتمينا ولا يكون وقع سميته كما قبل كرا كان الإنخفاض كثير من السنة الماضية شكراً لكم حتنتم على الاهتمام بالوضع شكراً لكم